موسيقى تختتم بمكتب الصرف بالدار البيضاء فعالية النسخة السادسة من ملتقى موردي الصناعات الغذائية الذي افتتح أبوابه أول أمسنا الثلاثاء أمام كوكبة من الفاعلين في هذا القطع نحن في الدورة السادسة من المعارض الدولي سافيا ماروك المختص في المموينين للصناعات الغذائية التي تلقوا فيهم خمسة الأنواع إما الناس اللي مخصين في الانبالاج والكونديسون يعني التكنولوجيا تكلفية في المواد الغذائية لدينا كل مستخدمات المساعدة ومثال التكنولوجيا للصناعات الغذائية ثالث جزء هو المواد الأولية لدينا مواد الأولى لدينا مواد الأولى لدينا مواد الأولى الجزء الخامس هو الجين والكاليتي والخامس هو اللوجيستيك اللوجيستيك المختصة بالصناعات الغذائية هذا العام لدينا دورة أكبر من دورات الفاتول لدينا 485 شركة ومخ اللي ممتلين هنا في هذا المعريض واللي جايين تقريبا من 13 دولة مختلفة جميع الزبناء دينا تاوم ما تشجعونا باش نشاركوا في هذا المعريض اللي تيمكننا من تشهير المواد اللي تنصنعو الملصاقات وكذلك تجعلنا هذا الملتقى تجعلنا نطلقه مع جميع الفرنسور وجميع الشركات اللي تتعمل في هذا الميدان في هذا المعريض نقوم بتقديم المواد الأولى اللي تدخل في الصناعات الغذائية ومعريض يسمح لنا نطلقه مع زبائن جداد كنقدموا مواد جديدة ديزين ونفاسيون اللي تدخل لهم في الصناعات الغذائية ديالهم وملتقى جيد كنطلقوا حتى مع متعرضو مواد أقرى كنعرفوش كيف نواصلين لتكنولوجيا الواصلة لها الناس ملتقى جيد الملتقى حاول الإجابة على عدد من التساؤلات التي تتعلق بالصناعات الغذائية وتقاسم التقنيات والحلول الخاصة بهذا المجال سعيا وراء تطويره ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر